دبا منع اللحوم الحمراء غيو اللي عتاني مع الحليب غيو اللي دبا غيو المعادلة شنا هي هاد اللحوم الحمراء يعني لأبقار الحالو را تصرفت فيهم إمكانيات والحكومة قدمت واحد الدعم مهم عبر الصندوق ديال التنمية الفلاحية فإلى كان هاد إلا كاليوم حين تكين واحد الارتفاع على مستوى أسعار اللحوم الحمراء وكين كلفة لإنتاج الحليب نخليه القاطع الوطني يضيع لا أعتقد بأن هذا هو القرار الصائب فهذا القرار اللي تخده للمرسوم اللي تخده في الأسبوع الماضي ديال أنه نزول داك سميته على الاستيراد ديال بقارات الأبقار الموجهة للدبح غادي دير هاد التوازن لتفقد فهذا المرحلة الأخيرة بناء على يعني الطلب المتزيد على اللحوم الحمراء وفي نفس الوقت بقول لو الناس كيحسوا واحد الكلفة شوية بالنسبة الإنتاج الحالي فهذا التدخلات الآن اللي يعملوا على مستوى السلسلة اللحوم الحمراء وسلسلة يعني الحليب هي اللي غادي تخلينا نردو داك التوازن ما بين السلسلتين والمساهمة ديرهم بجوش في الاستيجابة للحاجيات السوق الوطنية اشتركوا في القناة